بسم الله والسلام على رسول الله جميع اللي راكم تشوفوا في الفيديو تعالي اليوم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وان شاء الله تكونوا بخير نتوما والعزاز عليكم درت لكم درس تعالى الارقام درت لكم الدرس تعالى كيفاش نسأل على العمر على الاسم على البسفس والاحتها السنة اولى اليوم ان شاء الله رحين نشوفوا وين وصلنا في المستوى ونبدأكم مع الفرض الاول للفصل الاول للسنة الاولى متوسط ميدل سكول يعني المتوسطة نقرأ لكم النص ثم نشرح الاسئلة اذا مروى بنديدو هي صديقتي الجديدة نيو يعني جديد او جديدة قلنا في الانجليزية ما كاشلو ماسكولان لثمينة بلاجي كتيف يجي فيهم في الزوج مروى بنديدو is my new friend شي إز تفكروا منيح باللي ما نقوش شي نقول شي طويلة شي إز ثاتين عطيت خليت لكم فيديو الارقام شي إز ألجيريين شي إز فرم حجت مروى بنديدو is my new friend شي إز ثاتين شي إز ألجيريين شي إز فرم حجت هذا هو النص في بداية السنة تلميذ هذا وشي يكون قرأ نروحوا الآن للتمرين اكتيفتي نمبر وان وش تقول حفظوا مليح التعليمات هذا ما بش كتجي فرض تصح في القسم ما تتقوش تحيروا جاوبوا خطأ إذن read the text يعني اقرأ النص لهو هذا and complete the table وأكمل the table يعني الجدول le tableau أكي دونك الجدول من النص متعمروش على رحكم توم معمروا على حساب النص name لهو الاسم surname مروى age nationality العمر الجنسية nationality and hometown hometown كلمة مركبة يعني المدينة اللي نعيشو فيها هذا التمرين الأول وعليه شوفوا ش حال ربعا نقاطة يعني ركزوا بش تجاوبوا ليمليح ما تنسوش في الكومنتيها كل واحد يقول يش حال ده نروحوا للتمرين الثاني التمرين الثاني هو true or false true يعني صحيح false يعني خطأ ولكن مش نكتب true or false ونحبث no الأستاذة قالت أن correct when it is false يعني صحح كي يكون الجواب تلقى خطأ اكتب خطأ وصحح عليه ثلاثة نقط يعني نقطة ونص نقطة ونص مروى is eleven true or false if it is false إذا كان خطأ correct مروى is french true or false if it is false you correct إذا كان خطأ صحح إلى true يعني صحح خلوا true وروحوا ها كان جاوبوا في الفرض والإغتي بارت نروحوا activity number three write in letters هنا لازم تشوفوا لها فيديو اللي درتها لكم تعالأرقام يعني write in letters وش معنتها؟ معنتها أكتب هذه الأعداد هذه الأرقام بالحروف هذه ما نقرأه منكم مش خليكم وحدكم تعرفوا كتبوهم لي هنا بالحروف زيد complete this paragraph عندنا هنا paragraph فقرة فقيرة فقرة صغيرة complete this paragraph هنا ما كاشو الأو في الفرانسي paragraph في الأنجلي ما كاشو الأو باش نcompleteه باش نكملو with يعني ب كلمات الآتية واحدة زوج ثلاثة ربعة وشنوه الكلمة؟ you he هو she هي or or هذه مش كلمة هذه ما عندها أو أو أنا I هذه مش دخلة فيهم مش خمسة واحدة زوج ثلاثة ربعة خمسة لا لا هذه ما عندها أو هام كلمتكم لي جايين أنتخ هذو مسوال hi I'm Bushra and this is Malika is ten and this boy is my cousin وهذا الطفل هو قريبي مراد is eleven and أوكي شوفوا أنا عندنا سؤال حاولوا كملوا لي هذو الفراغات بهذو الربعة كلمة يالا نشوف complete تمامين خامس complete with words from the text هنا ثانية لازم تشوفوا لفيديو راهي في سلسلة درس النطق عندنا هذا واسمه short I يعني I I هكذا short I معندها I قصيرة I وهنا معندها long I I طويلة معندها I تجبدو لي كلمة واحدة من النص فيها I وكلمة واحدة من النص اللي قرناها مقبل فيها I طويلة هكذا نقلب وشوف الوضعية الإدماجية وضعية إدماجية كما فرانسي situation دانتغرسي احنا دنا situation of integration عليها 6 points وش تقول you are a new pupil in this class انت تلميذ جديد في هذا القسم new pupil تغيه pupil introduce yourself to your new classmates قدم نفسك إلى الزملائك الجدد classmates وما الزملائك give your name اسمك مدينتك اللي تعيش فيها حاولوا كتبوا لي فقيرة فقرة صغيرة ودلوا لي الجواب صوروه وبحثوه في القروب التعنات على الفيسبوك اللي قولنا يحمل نفس اسم القناة نفس الصورة تماما تعلموا الإنجليزية من الصفر Learn English ولكتبوغ الأستاذة حامدة راضية يخرج لكم تلاقوا في فيديو تاغدوها مع التصحيح السلام